كيف حالكم أصدقاء صعد الله كل أوقاتكم بهذا فيديو رح نحكي عن الداو جونز أيضا تحليل لسوق الفوريكس أهم عملات الفوريكس أيضا تحليل الذهب إذا أول مرة تشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة تفاعل زر الجرس أيضا إذا حاببت تنضم لقناتنا التوصيات بشكل مجاني يوميا على الذهب على جميع أزواج التداول على النفط على المؤشرات العالمية بتقدر تنضم بشكل مجاني تماما من خلال تسجيلك عن طريق رابط إحالتنا بمنصة أكسنس من المنصات الرائعة جدا بالسحب وبالإيداع أيضا من المنصات السهلة جدا بالتداول يعني إذا أنت عبت تداول على هاي المنصة بتقدر تستعمل الواجهة الرئيسية الخاصة بمنصة أكسنس أو الـ MT4 أو الـ MT5 حسب البرنامجي اللي أنت بتتداول عليه منصة سهلة جدا بالتوسيق والأهم من هذا كله أنك أنت رح تحصل على توصيات مجانية من خلال تسجيلك برابط إحالتنا مهم جدا توضع رمز الشريك أسفل بريد الإلكتروني وأسفل كلمة السر بعدها توصل معي حتى يتم إضافتك بشكل مجاني تماما إن شاء الله خلينا نتقل للتفاصيل أولا خلينا نبدأ بالدولار أصدقاء الأسبوع الماضي حددنا منطقتين رئيسيات لحتى نعرف اتجاه الدولار اتجاه الدولار على هالمنطقة هي الصعود وارد أصدقاء في حال الدولار نزل وصحح بها المنطقة هي رح ننتبر الكسر يلي حصل فيها المنطقة هي كسر كاذب وإعادة الاختبار تعتبر فاشلة والهبوط رح يكون سيد الموقف بالنسبة للدولار لكن أعلى هالمستوهد رح نتوقع مزيد من الصعود للدولار ورح يستمر الصعود بكسر مناطق 104.60 لكن عليك الحذر صديقي المنطقة الحالية تتحمل جميع الاحتمالات تتحمل إعادة الاختبار تكون فاشلة وأيضا تتحمل إعادة الاختبار تكون ناجحة ويرتد الدولار مشان هيك إذا حابب أنت تبيع الدولار لازم يكون عندك ستو بلوز بها المنطقة هي الدوجنس أصدقاء وضعنا لحنا أمر معلق بمناطق 8.850 الحمد لله تم تفعيل الأمر وليحنا حاليا على أرباح يلي رح نحمله حاليا كل الأشخاص يلي بيشتغلوا معي منحول ستو بلوز دائما على الدخول ومنستمر بالصفقة ممكن بها المناطق هي تحجز نص من الصفقة تحجز أرباحة وتستمر بالصفقة في حال ضربة ستو بلوز رح نخرج مننا وليحنا مستمرين لهدفنا منطقة الـ 38300 هلأ هالمنطقة هاي منطقة شرائية لكن عليك الحذر صديقي من الداو جونز متشبع شرائيا بشكل كبير جدا لكن الاتجاه العام هو اتجاه صعيد لكن مع أي صفقة رح تدخلها مضاربة سكالدينج سعود على الداو جونز لازم تحذر وتوضع الستو بلوز انت قادر تتحمل المبلغ يلي رح تخسره يعني عند الستو بلوز يحسب خسارتك ومهم جدا توضع الستو بلوز لأنه ممكن بأي لحظة يصحح في حال صحح لمناطق 37800 ممكن ناخد صفقة سكالبينج صفقة سعود باستهداف الـ 38400 إن شاء الله أيضا عندنا الدولار ين الدولار ين أنا مراقبه عند مناطق 150.44 في حال وصلي الأسبوع القادم لهالمنطقة إن شاء الله مهتم أنا ببيع الين في حال ضرب هالمنطقة هاي وعاد لمناطق 149.80 يعني ضرب لها المنطقة هاي وعاد ممكن ندخل صفقة سكالبينج إن شاء الله الستو بلوز رح يكون أعلى مناطق 150.5 والهدف رح يكون 148 إن شاء الله بعد ما يضرب لها المنطقة هاي يشوف انعكاس رح ادخل وخلي الستو بلوز أعلى هالمنطقة هاي وإن شاء الله بالتوفيق للجميع أيضا الباوند أصدقاء دولار و 26.50 لحنا كسرناها حولناها لمقاومة لحد الآن عم نداول أسفلها لاحظ كم مرة لمسناها مرة مرتين ثلاثة لمسناها وما قدرنا نسكر عليها إذن ممكن لحنا نرتد هبوطا أفضل مناطق للبحث عن صفقات شيراء هي مناطق الدولار فاصلة 25 سنت للدولار فاصلة 24.70 في حال زارها وعاد اختبارها الأسبوع القادم إن شاء الله رح راقب أمان إن شاء الله في حال أخذلي سيولي أسفل من القاع هذا رح كون أنا مهتم بشراء الباوند إن شاء الله اليورو أصدقاء منطقة الشراء للأسبوع المقبل هي 1.7 سنت و 41 لل 1.7 سنت و 23 منطقة شراء جيدة الحزر من الأقفال أسفلة ممكن نتوجه لأهداف سلبي أكتر من هيك لكن منطقة الشراء هاي تعتبر منطقة جهيدة في حال وصل السعر للمنطقة المستهدفة بالبيع ممكن نفكر بيع عنها من هالمناطق والستوبلوز رح يكون أعلى الدولار و 90 الدهب أصدقاء لحد الآن ماشي عنا للأسبوع الثاني على التوالي في منطقة ممتازة جدا منطقة للمضاربات يعني إذا أنت من الأشخاص يلي عبتشتغل معي إحنا أخذنا أكتر من صفقة بال2020 وبتعرفها الشي هذا إذا أنت من مشتركي قناتنا الخاصة بال2020 كان صفقاتنا أهدافنا تراوح من 2038 للألفين وأربعين الحمد لله لكن للأسف أصدقاء لحد الآن ما تحددت أي إشارة لحد الآن منطقة رمادية لحد الآن يلي بتقدر تشتغله سكالبينج بستوبلوز بصير سواء دخلت شراء من هالمناطق من مناطق الـ 2025 لازم تحط ستوبلوزك أقفال أسفل مناطق الـ 2020 أقفلت ساعة أسفل مناطق 2020 بتخرج وتنتظر مناطق الشراء الثاني مناطق شراء ممكن تكون عند الـ 2007 للـ 2000 تقريبا هاي كل مناطق شراء مع الحزر وضع ستوبلوز أسفل هالمنطقة هاي لحنا عنا منطقة شراء قوية 1982 عبتتشكل في عليها كتير أشخاص منتظرين هالمنطقة هاي 1982 لـ 1972 إيمة ما زار السعر أنا رح أبحث عن صفقات سكالبينج من هالمنطقة هاي لكن في حالة ذهب أنت حاليا حابب تضارب عليه بهالمناطق ستوبلوزك رح يكون قفال أسفل 2020 رح تخرج من الصفقة وتنتظر مناطق شراء الثانية مع العلم أنه مناطق شراء الحالية يلي نحنا حاليا عم نضارب عليها نقدر نقول أنه هي ضعفة نحنا ضربناها مرة مرتين ثلاثة أربع مرات على التوالي آخر مرة ضربناها قبل أقفال أسواق العالمية رح نشوف كيف رح تتفتح الأسواق العالمية هل رح نلمسها وبعدها نرتد إن شاء الله ولا ممكن أقفل أسفلها وهذا الأمر يلي لازم نحزر منطقة 2008 جيدة لـ 1999 وستوبلوز رح يكون أقفال أسفل 1999 بستوبلوز يفضل أقفال شمعة ساعة للخروج من الصفقة مناطق البيعي اللي منتظر أنا بيع من الدهب هي مناطق 2058 في حال وصل للسعر تعتبر مناطق بيع جيدة لإستهداف مناطق 2020 إن شاء الله هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى أن العجابكم إلى لقاء فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر